فيه أباء وأمهات كتير جدا ممكن يقعوا فيه حاجات كتير غلط بالنسبة للتعامل مع أطفالهم هم بيبقوا شايفين ده في مصلحة الأطفال أو شايفين أن هم بيتعاملوا صح لكن للأسف بيكون إنعكستها غلط تماما ممكن ده يؤدي لتأثير سلبي كبير جدا على شخصية الطفل نتيجة غياب الفهم أو الوعي الصحيح للمشكلات اللي بيتعرض لها الطفل لكن إيه هي الحاجات الغلط اللي ممكن يقع فيها الأباء والأمهات في تربية الأطفال هل الحاجات دي ممكن تؤثر على حياة الطفل النفسية إزاي ممكن نتعامل معاها وهل ممكن فيما بعد تصيبه لقدر الله بصدمة نفسية ده اللي حليعرفه مع حضراتكم في فقرتنا النهاردة من صباح الخير يا مصر مع ضفتنا اللي منورانا في الستوديو دكتورة نوها الخولي استشاري النفسي والتحول الذاتي صباح الخير على حضرتكم صباح الخير صباح الخير قبل ما يتكلم عن موضوع الأباء والأطفال والأمهات التحول الذاتي وتغيير الأفكار ده تخصص مش معروف قوي عندنا في علامنا العربي ومصر لحقيقة ده تخصص أنا أعتبر أول مصري حصل عليه من إنجلترا معتمدة القصة كلها أنت أفكارك أنت معتقداتك عايز تغير هتقدر تغير لما تنهي تغير هتعرف تغير بنوصل للمعتقد أن أنت عايش به في حياتك هنشوف أنت بتجذب شكل معين في حياتك مكرر نمطي ده معناه أنت ماشي وراء معتقد في دماغك أنا بوصل لهذا المعتقد بحوار مع العقل اللاوعي فنعرف المعتقد ونقدر تغير يعني أعتقد أن دي نقطة مهمة جدا وممكن فعلا يعني لو كل شخص بس خدق قرار حتى أنه حتى من باب التجربة يعني يعرف أنه بالفعل هل فيه زي ما يقول تعارض ما بين العقل الواعي واللواعي أو ليه حتى بيجذب زي ما حضرك قلت نمط معين إن كم من الأشخاص أو حتى من الأحداث أو مواقف اللي بتعرض لها في حياته أعتقد الشخص هيلاقي يعني دي اختلاف كبير جدا في حياته دي حقيقة أول حاجة بيسألها النفس وهنا ليه بيحصل لي كده أنا ليه بقى بخرج من حفرة أعفو تخضير أنا ليه باين يسأل دايما السؤال دا السؤال دا وبلوعة برضو وبلوعة في حفرة أعمق ونجذب أنمط من الأشكال والشخصيات في حياتنا هم هم بأشكال تانية بس المنمون واحد نحن نقول حظ نحن نختصر ونقول دا حظ بس طبعا وبالفعل مش حظة أكيد بالضبط هو قرار لما تلاقي نفسك منهج تفكير بالضبط إمتى لما تلاقي نفسك مش مبسوط مش مستمتع الأصل فيك إنك إنت مستمتع ومؤدي ومنتج وراضي بالضبط لما تلاقي إن دا مش موجود لازم تقعد كده مع النفس أنا رايح فيه تم الموضوع دا بياخد وقت تقديه دكتور هو التخصص دا إحنا ممكن نغير ونبدل خلال واحد وعشرين واحد وعشرين ما تاخد واحد وعشرين يوم يعني ودة قسيرة جدا آه أيوة إن الناس بيحل بشكله مع أفكار صعبة وتقيلة محتاجة شايف العواقق اللي إحنا منقولها بص شايف الكلمات اللي أنا بقولها النفسي أخطر حاجة في لينيتي أنا عملت حاجة سلبية جدا بزبط إن هي أنا بقول إيه لنفسي فأنا مصدقه مدام مصدقه هات الواقع اللي أنت مصدقه يعني التغيير إرادة أنا بعايز أغير بغير التغيير قرار قرار مش إرادة الإرادة يعني كبت أنا بك بتحاجة عكس اللي أنا عايزاه لا التغيير بقرار الوعي بالمشكلة زي ما بيقولوا الوعي بالمشكلة هو مستحل المشكلة بزرط وحوصل لحل الأباء الأباء والأولاد الأباء والسؤال اللي احنا قلناه في بداية الفقرة دكتور نوها أكتر حاجة بنغلط وبنقع فيها كأباء وأمهات وإحنا من ربي أطفالنا إيه إن إحنا عايزينهم بيرفكت إحنا عايزينهم تمام بتمام طب أنا عايزة بس أقول للأباء والأمهات الطفل ده أبار عن سفنجة بياخد مني وبياخد من الأب كل حاجة فعل والرد الفعل ولازم لازم أكون ونوخد أبيلي قوي 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 وأنا بتعامل مع طفلي لأن هو حيشرب مني الكلمة هتأثر فيه الشخطة هتأثر فيه تواجدي أو عدم تواجدي أنا بكلم مع الطرفين بس معلش أنا طبعا بكلم على الأب والأم بكلمش على حد واحد بعينه المسؤولية مشتركة بالزبط كده ولما المسؤولية متبقاش مشتركة بيبقى في مشكلة على الطفل غياب الأب في حياة الولاد بيأثر على الأولاد بنات أو ولاد أو بنات بيأثر على اختياراتهم بعد كده بيأثر على هم رايحين فين كويس غياب الأم بيخلينا برضه في حتة تانية إن أنا مش لقي الحب الكافي اللي أنا المفروض أخده منها تمام فبالتالي أنا اللي أنا عايز أقوله اللي أنا أنا كأب أو أم هخلي بقى لي أنا برسم شخصية صحيح أنا بعد بني آدم لبكرة مش للنهاردة فلازم يعرف حاجات كتيرة جدا 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 مش هيعرفها كلاما هيعرفها كلاما هيعرفها تصرفا الخلاف بين الأب والأم أنا بيجي لي حالات لما منيجي أن نتحاور مع شخص بالغ بيفتكر أول مرة أمه تهانت فيها من أبوك صحيح فبيبقى فيه عنده حاجات نفسية كتيرة بسبب مشهد أسطر عليه فالكلمة اللي أنا بقولها الإبني أو التصرف اللي أنا بعمله مع إبني ما هو إلا معتقد حيعيش بي عمره كله فقبل ما أجيب أبقى ناس المتزوجين والمقبلين على الخلفة أرجوك وإقروا الكتالوج بتاع إزاي تعد بني أدم للغد إزاي تشوف إنت هتعمل إيه لابنك هتعلمه يعني إيه حرية هتعلمه يعني إيه احترام مش بالكلام بالفعل ولازم يشوف هو لازم يشوف كأم أو يشوف كنموذج أب لازم يشوفه محترم عشان أقدر أقدر يعني حتى من غير كلام زي ما حضرتك قلتي اللي نعكاس أو اللي بيطلق عليه الميريرينج يعني من غير ما يقول هو هيبقى بيعمل زي ما بابا أو مامته بيعمله بزبط كده لما تعلمي ابنك أنك أنت أنا وعدت الكلمة وعد صحيح مش إن أنا آه مامي قالتلي أنا هعمل كذا 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 وما عملتش أنا بعلمه إيه الكذب صحيح عدم الالتزام فبالتالي أنا كأم أو كأب لازم أنا بص النفس الأول عشان أنا حسئي الزرعة دي وأفعل صغيرة جدا جدا يعني حتى أتذكر مثلا زمان أنا مامتي لما كان يجي تليفون مثلا على البيت وارد على التليفون وهي مش فاضية ما تقوليش قولي مش موجودة تقولي شوية هفضة وهكلمك ما ترداش أبا تقولي قولي مش موجودة ماما بابا بابا في الهل دائما بلحصة في جوتنا هذا قيمة مهمة جدا جدا جمالي تعلقية الصدق إن أنا أزرع قيمة الصدق في ابني وهو صغير بعد كده ما يكبر ممكن ده تصرف صغير رد على التليفون لكن بعد كده تصرفاته في التعامل مع محيطه الاجتماعي هتبقى فيها صدق وإخلاص ما هي بالضبط الطفل كنابته هتزود ميا هتموته هتقل الميا هتموته فلازم تبقى ما فيش إفراط في أي شيء لازم بقى فيه التوازن يعني بدي وباخد دكتور برضو فيه نقطة مهمة ممكن تلخبط شوية أولية لأمور الأطفال هي مش شخصية واحدة يعني كل طفل ليه شخصية منفاصلة حتى لو لسه يعني صغير جدا وطريقة التعامل مع كل طفل لازم تكون مختلفة حسب سمات شخصية الطفل ده إزاي كل أب وأم يعرفوا حتى يحددوا ملامح شخصية أطفاله عشان يعرفوا يحددوا طريقة التعامل معاهم كويس واحد دازم يحقل الاحتواء اتنين أبقى متقبلة أي فعل أبني بيعمله لأن الفعل الأبني بيعمله هيعلمني هو مين تلاتة لو لقيت حاجة أنا شايفها مش في الطريق الصحيح مش هقولوا لا أتعالى أنت المفروض تعمل كذا المفروض واللازم أنا هطلع واحد متمرد لا مفروض ولا لازم المناقشة بهدو الحوار المناقشة بهدو تعالى أنت الناس بتستغرب لما قلهم نقشوا طفلكوا لا نقشوا افهمه هو فاهم إيه هو أنتوا بتحكموا عليه ليه افهمه هو عايز إيه متطلباته إيه طب هو عايز دي ليه أو بيعمل ده عشان إيه افهم متطلبات ابنك أو بنتك عشان تعرف توجيها مش بالإجبار مش بالعنف مش بالإساءة طب لو هو عايز يعمل حاجة عشان دي بتحصل في البيوت كتير حلو أنا بفتح نقاش مع بناتي أو ولادي وما اقتنعش برأيي كأب يدي له اختيارات طيب القرار في النهاية فيه قرار لازم يتنخده حلو عايزي يأخذ قرار قراري أفرضه على ابني أو بنتي وهي يعني توافق عليه ولا ودي فكرة بتحصل كتير مشاكل عندنا في البيوت اللي هو التدليل الزيادة اللي أنت عايزاه أعمليه أو اللي أنت عايزه أعمله المعادلة دي أحققها إزاي يبقى حازم وصار وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه لحضرتك قلت عليه فكرة الإجبار حلو أنا دايما لما أحب أخلي ابني ياخد قرار أخيره أدي له اختيارات عندك الطريق الفلاني النتيجة كذا الطريق الفلاني النتيجة كذا الطريق الفلاني النتيجة كذا اختار بس ويوم ما هتختار أنت تتحمل نتيجة اختيار ما تجيش تعاية بقى ما تقوليش أصلا بحب بابا وبعد كده هتضرب على قفة يا معادي ما بطيق تقولك بحب بابا بعد كده تتطلق عادي جدا ما فيش مشكلة أنا بأعلمه من صوره أنك أنت اللي هتختاره هتحمل نتيجة اختيارك أين كان أين كان أين بقى أنا وليه أمر أنا أديته اختيارك كتير من ضمنها اللي أنا عايزاه أفندها له طب ما تين نحسبها كده لو عملنا كذا كذا وده واقع يا حبيبي أنا بقوله لك من واقع حياة شفت فلانة أو شفت علانة ما بقرنش بواري نمازج فهو من جواه الطبيعي جدا هو عايز السلامة النفسية وأقوله وأديله فرصة طب ما نجرب ما نجرب اللي أنت بتقول عليه أديله الحرية حتى لو عكس إرطتي حتى لو عكس إرطتي ويتحمل بقى تبعاتها حتى لو عكس إرطتي عشان هو حيتوجع فلما حيتوجع حيقول أمين أهو بس في مش هقول حتى الأطفال أطفال ومراهقين وعلى فكرة زي ما حضرك قلت المشاكل بتمتد حتى الناس عمرها أربعينات وخمسينات بالزبط العند يعني فكرة العند والمكابرة حلو العند والمكابرة ده الطفل عايز يقولك أنا موجود بس أحلم تبقى مواقف مؤزية لي حلو إسمعيني أنا موجود خلاص أنا كنت كان مرة كنت بيتكلمه لو ابنك بيشرب سجاير من وراك هتعمل إيه أنا سمعت كلام حط هشتموها هبهلو هتطلع عين وأنت مش عارف أنا قلت لهم لا هتو هتو قل له إيشرب قدامي في ناس هتكابر وحتشرب قدامك حسيت بإيه بقى هو بيعمل ده إيه عشان يثبت أنا هنا أنا موجود بصيلي أنت مش شايفاني أنا بلفت نظرك ليا بس في مواقف يا دكتور أكبر من فكرة شرب السجاير في أحيانا مواقف بجد بتبقى مؤزية للأولاد وبتبقى أولياء لأمور مش قادرة يعني مش قادرة حتى تديهم اختيارات عشان يختاروا منها أرد عليك بقى جملة هي مصادمة الأهالي من زرع حصد جميل تورا نوها حضرتك قلت من شوية كلمة هاخدها منك اللي هي كلمة المقارنة وده خطأ كبير جدا بتقع فيه أسر كتير جدا في التربية بقارن ولادي بولاد أختي بولاد جرانة شفت جاب مجموعة كان في السنوية شفت ده ناجح إزاي ده شاطر إزاي خطأ كبير جدا في التربية وإحنا عارفين إن ده بيؤثر على نفسية الطفل لكن دون أن ندري أباء كتير جدا بيستخدموا الطريقة دي أني أقارن أبنائي بأبناء الآخرين أنا عندي مقارنة أحلى من كده المقارنة بك يعني أنا أنت حبيب يقارن نفسك السنة دي بالسنة اللي فاتت أنت فين من السنة اللي فاتت المقارنة بالآخر بتعلم ابني بزرع فيه إنك أنت بالنسبة لي نتيجة وإنت قمتك من نتيجتك يبقى البني آدم ده هيطلع إيه متعلق بالنتائج لو النتيجة اللي هو اللي أهله مش موجود الولد بينهار والبنت تنهار أنا ما جبتش أنا ما عملتش أنا 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 وتخش في كتئاب ما تجاوزتش زي بنت خلتي وبنت عمتي دخلت في كتئاب يبقى أنا بعلم ابني إيه هنا أو بنتي إيه هنا برضو يا جماعة الأب والأم لما يجي أقارن أقول لابني حبيبي إحنا الشهر اللي فات كان كذا 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 إحنا الشهر ده إحنا أخبرنا إيه مليش دعو بقى مين عمل إيه أنت كأنت أنت كوحدة بالنسبة لي كنت بتمشي فيه قارن نفسك بنفسك بنفسك مش بقارن نفسك بنفسك وأنا ما أقول لوش قارن نفسك بصحبك قارن نفسك بقريبك قارن نفسك ما لكش دعو بحد ركز على حالك ركز على نفسك لأنك أنت لأنت هتبقى مش هو اللي حيبقى ومش هتبقى نسخة من حد تاني إن إحنا مش نسخ من بعض أنت هتبقى ليك بصمتك أنت ليك كيانك وريني إبهرني أنا فخورة بيك في جميع كل دي كلمات التحفيزية أنا فخورة بيك مهما كان جبت نمرة وحشة المرة دي طيب مش هشبش بالطقر لا مش هنعمل الشبش بالطقر هنيجي نتكلم طب جدناها ليه بقى أفهم الحيثيات اللي حوالين الرقم ده ممكن يكون أصلاً هو مش يعني دي مش ميوله أو مش من اجتمعاته يكون نجح في حتة تانية خالص الضبط فبالتالي استعاب الطفل استعابه ممكن يبقى عايز حاجة مش صح طب دي لو إحنا مشينا وراها نوصل لكذا ودي لو إحنا مشينا وراها نوصل لكذا وانت اختار وانت اختار دكتر يعني أخيراً أنا هسأل حضرك السؤال وجودي في أجيال بيتصاروا على السؤال ده مؤخراً بنسمع دايماً مصطلح التربية الحديثة وبنسمح مصطلحات نفسية كتير جداً وطويلة جداً يعني مؤخراً بقينا بنسمع ده طول الوقت مع أننا زمان ما كانش فيه الكلام ده يعني إحنا أنا عن نفسي من الأجيال اللي تربط التربية عدية جداً كان فيه ساعات زعيق كان فيه ساعات تبريئة كان ده موجود والحمد لله أعتقد يعني أعتقد أنا سويا نفسياً أعتقد بس يعني ما فيش التعقيدات خليني أقول إنه ما فيش التعقيدات الموجودة أوي دلوقتي وإحنا جلنا بيقول طب ما إحنا كويسين وما حصلتش حاجة ودلوقتي الأجيال بيقولوا لا أنتوا جيل مثلاً معقد أو جيل ما مش مدركين يعني إيه لحرية التعبير أو 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 حضرتك شايفة إيه زمان كانوا صح ولا دلوقتي اللي صح ولا إيه اللي حصل إحنا جيل ربينا على النهاردة أهلينا ما ربوناش على وقتهم أهلينا ربون على بكرة وإحنا النهاردة من ربي لبكرة إيش من ربي للنهاردة المصطلحات دي الكبيرة والتمام أصلها إيه أصلها حاجة واحدة عامل الطفل كإنسان حر علمي حدوده علمي البرايوريتيز بتاعته أولوياته إيه دي له حرية التعبير مش كمشروعك أو كحلم عايز تشوفه هو مش مشروعك ومش حلمك هو حلمه هو خليه يبدع بقى ساعده جميل خليه يبدع لأن كنت ديك بصمتك هو دي بصمته إحنا بصمة صوابعنا لابسها مش صوابع وإبني شخصية ابنك إبني شخصية ابنك أو بنتك حراك قلت كلمة مؤثرة جدا هنا في بداية أنه مشهد إهانة أب لزوجته فضل مطبوع في ذاكرة الإبن طول حياته لغات مكبر فالكلمة أو المشهد البسيط ده ممكن يؤثر على الشخصية فيما بعد وفي أمثلنا الشعبية المصرية يقول لك ابني ابنك قبل ما تبنيله يعني ابني ابنك وشخصيته قبل ما تعمله أي حاجة أو تبنيله شكرا جزيلا نورتينا وشرفتينا دكتورة نوها الخولي استشاري النفسي والتحول الذات شكرا جزيلا شكرا لحظاتك مصيفا